الحدث استثنائي اغتيال صالح العروري وهو هذه الشخصية الكبيرة في حركة حماس هو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هو قائد كتائب القسام في الضفة الغربية وهو أحد مؤسسي كتائب القسام وهو أحد مهندسي عملية طوفان الأقصى حسب ما قالت حركة حماس البارحة وهي تؤبن هذا القائد الذي اغتلته إسرائيل الليلة البارحة في قلب عاصمة حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت هذا الاغتيال هو اغتيال كبير وهذه عملية كبيرة طبعا كانت هناك توعدات وكانت هناك تهديدات إسرائيلية منذ بداية الحرب في غزة ضد كل القيادات لحماس في الخارج أو في الداخل والسيمة في الخارج وكان هناك جدل كبير بين إسرائيل وبين بعض الدول مثل دولة قطر التي يقتن فيها عدد من قادة الجناح السياسي لحركة حماس وأيضا كان هناك سجال مع تركيا التي قالت بأنها سوف تكون قاسية جدا وعنيفة جدا في ردها على إسرائيل إذا ما استهدفت أي شخصية من الشخصيات على أرضها على أرض تركيا الحدث هو الحدث اللافت هو الاستهداف في معقد حزب الله في عاصمة حزب الله في قلعة حزب الله الضاحية الجنوبية هي قلعته الديمغرافية هي قلعته قلعة الجماهير وقلعته الأمنية حتى ومعروف أنه أي شخص موجود في هذه المنطقة يحظى بمظلة أو هو جزء من مظلة الأمنية لحزب الله كان هناك اعتقاد سائد طوال السنوات الماضية بأنه أي استهداف لن يحصل في منطقة الضاحية الجنوبية لأنه هناك قواعد اشتباك بين حزب الله وإسرائيل وسبق خلال هذا العام لثلاث مرات لمرتين أقله لمرتين قبل طفان الأقصى في الرابع عشر من أبريل الماضي في الرابع عشر من أبريل الماضي ثم في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي خطابين للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله حذر فيهما إسرائيل من استهداف أي شخصية أو أي أشخاص بمعنى آخر ناشطين أو مقاتلين أو قيادات إن كانت فلسطينية أو كانت إيرانية أو كانت سورية أو كانت عربية أو كانت من أي تابعية أخرى حذر بذلك الأمين العام لحزب الله إسرائيل المرة الأولى إذا كنتم تذكرون كانت المناسبة هي بعد إطلاق صلية من الصواريخ الكاتيوشا 35 صاروخ من الجنوب اللبناني أطلقت باتجاه إسرائيل ولم يعلن عن مسؤولية ولم يكن هناك إعلان عن مسؤولية أي فريق أو أي فصيل عن هذه الصواريخ قيل بأنه فصيل فلسطيني وعلم بأنه الفصيل الفلسطيني الأبرز أي كتائب القسام التابعة لحركة حماس وكانت هذه الصلية الصاروخية في الخامس من أبريل 2023 عبارة عن مؤشر أو عن رسالة أرسلت لإسرائيل بأنه وحدة الساحات أو غرفة عمليات وحدة الساحات قد أنشئت وقد بدأت عملياتها بشكل معلن ورسمي من الأراضي اللبنانية في المرة الثانية في الثامن والعشرين من شهر أغسطس الماضي كان هناك خطاب للأمين العام لحزب الله يرد فيه على تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياو في السابع والعشرين يعني قبلها بـ 24 ساعة وقد أشار بالاسم تحديدا إلى صالح العروري باعتباره أنه أحد أركان حركة حماس في الخارج مسؤول عسكري واعتبر بأنه مسؤول عن أعمال وعن عمليات من الخارج وواضح بأنه كان لهذا القائد الفلسطيني دورا كبيرا كبيرا جدا حتى أن كل المعلومات منذ اغتياله منذ الأمس تقول وتتقاطع المعلومات لتؤكد بأنه كان ربما الشخصية الوحيدة خارج الأراضي الفلسطينية ولسيما خارج قطاع غزة الذي كان على علم بتوفان الأقصى بعملية السابع من أكتوبر بهذا المعنى شخصية مركزية وقد استهدفت إسرائيل هذه الشخصية طبعا هذا الاستهداف هو عبارة عن استهداف على مستويين أو يستهدف جهتين بشكل متوازن الجهة الأولى طبعا حركة حماس وكتائب القسام للقول بأنه إسرائيل سوف تواصل استهداف هذه القيادات أينما وجدت أكان في قطاع غزة أو كان في الضفة الغربية أو في أي مكان في العالم إذن هؤلاء مستهدفون وكان الاعتقاد كما سبق وأشرت كان الاعتقاد سائدا بأنه وجوده في منطقة تحت حماية حزب الله وفي عقر دار حزب الله وفي عاصمة حزب الله أمنت له أو كانت تؤمن له حماية إنما هذه القواعد الاشتباك التي كان يتم الحديث عنها دمرت يوم أمس أو تم تدميرها على يد الإسرائيليين وبالتالي النقلة هي نقلة نوعية خطيرة باتجاه الخطر الشديد أكان على صعيد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية على صعيد قواعد الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل أو في الإقليم بشكل عام هذه العملية أيضا تستهدف في مكان آخر عدى إقصاء وضرب وقتل شخصية مركزية وشخصية من أهم الشخصيات في حركة حماس على الأراضي اللبنانية تستهدف فيما تستهدف حزب الله ومكانة حزب الله وصدقية حزب الله ووعود حزب الله بحماية أي من المسؤولين أو القيادات التابعة للفصائل التي تتم استضافتها بشكل دوري في لبنان بمعنى آخر صالح العروري ليس الشخصية أو القيادة الوحيد من محور الممانعة أو من غرفة عمليات ما يسمى بوحدة الساحات التي تقودها إيران بشكل عام على الصعيد الإقليمي صالح العروري هو شخصية مركزية في وحدة الساحات في غرفة عمليات وحدة الساحات لكن صالح العروري هو واحد من بين كثيرين هؤلاء ينتمون إلى فصائل عراقية ينتمون إلى فصائل موجودة في سوريا ينتمون إلى فصائل أخرى في اليمن يعني الحثيين وربما ويحكى بأن وحدة الساحات قد تتجاوز الإطار الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط وأنها تصل حتى إلى شمال أفريقيا جبهة البوليساريو قد تكون جزءا من هذه المجموعة ومن هذه الفصائل التي تشارك في وحدة الساحات في غرفة عمليات وحدة الساحات لأنه كانت هناك قبل ثلاثة أسابيع معلومات استخبارية في شمال أفريقيا ولسيما في إسبانيا من جهات إسبانية حذرت من خطر استهداف مديق جبل طارق وكان هناك كلام صريح من بعض الجهات التابعة لإيران بأنه يمكن أن يتم استهداف وإغلاق مديق جبل طارق بمعنى آخر أن تحريك الفصائل التي تتحرك مع إيران أو تتماهى مع إيران أو تتبع للامرة العملاتية والعملانية لإيران في هذه المنطقة البعيدة كل البعد عن فلسطين عن الشرق الأوسط عن الإطار الجغرافي للمشرق العربي إذن هذه الغرفة غرفة العمليات فيها العديد من الفصائل صالح العروري أحد أبرز هذه الفصائل المنصق الأساسي لهذه الغرفة لبنانية لأن لبنان يستضيفها الضاحية الجنوبية تستضيف هذه الغرفة هو الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لكن كان هناك اغتيال لشخصية مركزية وأساسية من الناحية من الجانب الإيراني الجانب الإيراني هو الجانب الممول هو الجانب الموجه هو الجانب المؤدلج هو الجانب الذي يمنح السلاح ويرسل الأسلحة إلى كل هذه الفصائل يسلحها يدربها ويمنحها مآوي مضمونة ومآوي مأمونة من أجل أن يحتموا فيها هذه الشخصية التي قتلها الطيران الإسرائيلي اغتالها الإسرائيليون بالطيران وهو رضي الموسوي ورئيس أركان فيلق القدس في سوريا هو شخصية تاريخية في سوريا أربعين عاما أربعة عقود على وجوده في سوريا حتى أنه كان يقال بأنه أصبح سوريا تزوج من سيدة سوريا وكان يقيم في سوريا ويتحرك في سوريا وكأنه أحد الأفراد المنتمين إلى المجتمع السوري وهو شخصية مركزية وشخصية مركزية في حلقة الوصل والجسر السوري الذي يربط ما بين منطقة الشرق ومنطقة الغرب يعني إيران العراق وصولا إلى سوريا وذهابا إلى لبنان والدفة الغربية وقطاع غزة هذه الشخصية جرى اغتياله وتنتمي هذه الشخصية رضي الموسوي ينتمي إلى نفس الغرفة وعضو في هذه الغرفة غرفة عمليات وحدة الصحات التي أنشأها الإيرانيون فيلق القدس ويديرها وينسق بين فصائدها حزب الله طبعا بشخص أمينه العام وشخصيات أخرى ذات طابع أمني وعسكري أخرى إلى جانب الأمين العام لحزب الله هنا بيت القصيد هذا الاستهداف على هذا المستوى هو استهداف لحزب الله استهداف لقواعد الاشتباك بين إسرائيل وحزب الله استهداف للإيرانيين استكمال الاستهداف القيادات الإيرانية المعنية بالساحة الفلسطينية وبما يسمى بوحدة الساحات يعني جرى استهداف رضي الموسوي قبل ثلاثة أسابيع وقتله واغتياله مع عدد من المرافقين له قبلها بأسبوع اغتيل عقيدان من الحرس الثوري وفيلق القص يعني فيلق القص التابع للحرس الثوري وأيضا كان ينتميان إلى هذه المنظومة منظومة وحدة الساحات كان هناك استهداف أيضا شديد الخطورة طبعا ليس بخطورة العروري وليس بخطورة رضي الموسوي على الحدود العراقية السورية عند نقطة البوكمال استوذفة لواء فاطميون أغلب أفراده من التابعية الأفغانية هم من شيعة أفغانستان إضافة إلى عدد من الفصائل الأخرى وقتل في هذه العملية التي وجهتها إسرائيل سبع غارات متتالية أو ثماني غارات متتالية ومستمرة ومتلاحقة أطبقت على هذه المواقع التابعة لفيلق القدس وللفصائل التابعة لإيران على الحدود المشتركة بين العراق وسوريا عند نقطة البوكمال عند مدينة البوكمال استهدف معسكر الفاطميون واستهدف معسكر آخر قتل فيه أربعة من عناصر حزب الله وتم تأبينهم بشكل رسمي وإعلان عن وفاتهم عن قتلهم أو اختيالهم بشكل رسمي من قبل حزب الله كل ذلك يجري على خلفية الحرب الدائرة في غزة هذه الحرب المتدحرجة صحيح أننا دخلنا في المرحلة الثالثة للعملية العسكرية الإسرائيلية يقال أننا دخلنا في المرحلة الثالثة بعدما أعلن الإسرائيليون وبعد ضغوط أمريكية شديدة على الجيش الإسرائيلي وعلى المستوى السياسي الإسرائيلي وعلى الحكومة الحرب الإسرائيلية بدأ الإعلان عن انسحاب عدد من الوحدات الإسرائيلية خمسة ألوية تابعة للجيش الإسرائيلي جرى سحبها من أرض المعركة لكن يوم أعلن عن سحب هذه الألوية الخمسة ماذا قيل؟ قيل بأن السحب سوف يكون بهدفين الهدف الأول إعادة أعداد من الشبان الاحتياط الذين ينتمون إلى هذه الألوية المقاتلة وهي ألوية احتياط عمليا إعادتهم إلى سوق العمل الإسرائيلي لأسباب اقتصادية متعلقة بالاقتصاد الإسرائيلي الذي تعرض لخسائر كبيرة جراء عملية طوفان الأقصى والحرب التي تلتها حرب الإسرائيلية على غزة لكن أيضا قيل بأن السبب الثاني هو توجيه جزء من هذه القوات نحو الشمال مع لبنان نحو الحدود الشمالية الإسرائيلية اللبنانية بمعنى أن إسرائيل تعتقد وتقول وتردد ذلك يعني عبره على لسان القادة العسكريين على لسان وزير الدفاع يو أف جالنت وأيضا على لسان رئيس الأركان الإسرائيلي بأن الحرب مع لبنانية مسألة وقت هذه الحرب هذه واردة وموجودة على الأجندة وإسرائيل جاهزة وإسرائيل قد تكون في طور الإعداد لهذه الحرب وهي عملية تعد لهذه الحرب وإذا لم يتغير الوضع على الحدود المشتركة اللبنانية الإسرائيلية بين المنظور الإسرائيلي فربما يقال بأنه من المؤكد بأننا سنذهب إلى حرب سوف تؤدي إلى تسوية جديدة ومختلفة عن تسوية 2006 بعد الحرب التي نشبت بين حزب الله وإسرائيل هذه العملية اغتيال صالح العروري هي عملية غير منفصلة عن بقية الإغتيالات وهي تأتي كما سبق وأسلفنا في عدة فيديوهات سابقة بأنه الاستراتيجية أو التكتيك إذا صح التقدير التكتيك الإسرائيلي في الاستهدافات لم يعد يستهدف المخازن مخازن التسليح أو شحنات السلاح أو شحنات الإمدادات أو طرق الإمداد أصبح الاستهداف على الأشخاص الاستهداف بهدف القتل وقت القيادات مرفيعة المستوى أكان في سوريا والآن فتحت الجبهة مع لبنان طبعا حزب الله السؤال الكبير المطروح على حزب الله ماذا سيفعل حزب الله هناك خطاب للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وطبعا سنف يكون هذا البند هو البند الأول والأساسي في خطابه هذا الخطاب سوف يتحدث عن هذا الموضوع وعن الرد طيب ما هو الرد المتوقع حزب الله أمامه امتحان امتحان كبير الامتحان مرده إلى عدة أسباب السبب الأول أنه لم ينخرط بالحرب تماما لنجدة ولنصرة غزة وقال يومها حزب الله في الخطاب الأول وحتى في الخطاب الثاني وألقى خطابين فقط منذ السابع من أكتوبر قال بأن الانتصار على إسرائيل سيحصل لكن الانتصار على إسرائيل بالضربة القاضية مستحيل الانتصار سوف يكون بالنقاط وقال بأنه وجهت إلى إيران وإلى حزب الله تهديدات أمريكية شديدة اللهجة بأنه القتال لن يكون المواجهة لن تكون مع إسرائيل وحدها سوف تكون المواجهة مع الولايات المتحدة مباشرة وبالتالي واضح أن حزب الله انكفأ نحو مشاغلة ونحو منوشات ونحو قتال ضمن قواعد اشتباك ديقة على مسافة خمسة كيلومتر شمالا وخمسة كيلومترات جنوبا بمعنى أنه حافظ على انضباط معين حتى عندما تجاوز الإسرائيليون مرارا وتكرارا هذه القواعد لم يبادر حزب الله إلى تجاوز هذه القواعد والذهاب إلى أبعد من الأهداف العسكرية التي كان يستهدفها يعني بمعنى آخر حزب الله حاول أن يتجنب الحرب لأنه يعرف ويدرك ويحصب الحسابات وهذا الحساب ليس حساب حزب الله وحده هذا حساب المحور بأسره هذا حساب طهران طهران لا تريد مواجهة مع الأمريكيين طهران لديها أقنية تواصل قنوات تواصل مستمرة وتفاوض مستمر في عمان في سلطنة عمان مع الأمريكيين من أجل بحس بند آخر خطير للغاية وسوف نتحدث عنه لاحقا في الأسبوع القليلة المقبلة بند البرنامج النووي الإيراني الذي يتقدم بشكل خطير للغاية مع ارتفاع مع قيام الإيرانيين برفع نسبة التخصيب تخصيب اليورانيوم إلى 60% وتكديس كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 90% وتعرفون بأن 90% تخصيب معناه عسكرة كاملة وشاملة للبرنامج النووي معناه أن القنبلة النووية الإيرانية أصبحت على قاب قوسين أو أدنى إذن بالعودة إلى الرد الذي سيقوم به حزب الله هذا الرد حزب الله ملزم هناك التزامات معلنة وصريحة من الأمين العام لحزب الله الضربة ليست الأولى والرد قد لا يكون رد على اغتيال العروري وحده إنما العروري ورد الموسوي لأن العروري ورد الموسوي هم من أرفع القيادات في الساتيجية الإيرانية الإقليمية العروري على المستوى الفلسطيني تحديدا ورد الموسوي على جميع المستويات انطلاقا من الجسر أو من حلقة الوصل الموجودة في سوريا ولذلك توقعاتنا أن العملية عملية الرد ستكون تحت اسم الانتقام للعروري والانتقام لرد الموسوي والآخرين لكن هتان الشخصيتان مركزيتان وأصبح صعبا جدا 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 من الصعب جدا على حزب الله لكن أهم على إيران أصبح صعبا جدا عدم التدخل وعدم القيام بعملية انتقامية ليس للانتقام فقط إنما لإعادة تثبيت قواعد اشتباك منضبطة ومضبوطة مع الإسرائيليين فلننتظر ونرى ترجمة نانسي قنقر